السلام عليكم اخوتي اخوتي العزاز اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة للنقاش سوف نخصوها اليوم الى موضوع الجزائر تستغيث معكم كما العادة حاتم المرابط من مجلة القرش لا تنسوش اخوتي تديروا الشراك واللايك في القناة وتفعلوا الجرس والدعموا الفيديو بالتفاعل لكم الجزائر العدمة لما يبدو عزيز عليها تكون دائما ضحية عزيز عليها دائما ان العالم يتعاطف معها ضحية للاستعمارات المتتالية منذ قرون ضحية لحكم عصابة عسكرية موضو السيناس ضحية لسرقة التراوز لها وكل سنة تريد تكون ضحية للحرائق المتكررة في كل صيف وفي كل شهر لكي العالم يتضامن ويتعاطف معها وتبقى فيهم قبل ان نخذه في التفاظل سوف نوضح واحدة نقطة مهمة انا اليوم ما جيتش نشمت فيهم وخواهم ما كنتم فينا وفي بداية حريق العريش خرجوا فرحانين يقولوا فينا ام الكنادير ذي المغرب وخواهم كانوا عارفين انه في اول حرائق كانت رياح قوية خلية تدخل طائرات المغربية الكنادير كانت تأخر في تدخلها ولكن تدركنا الموقف من بعد ودوروا مئات الخارجات الجوية لإدفاء الحرائق مع ذلك عشرات الالاف لما قلت مئات الالاف من الحسابات الجزائرية دخلوك يشمتوا في الشعب المغربي نحن من شيامنا او من تربيتنا ان نشمتوا في الضحايا خاصة الضحايا للسكال العاديين والله يرحم جميع موتى المسلمة اليوم نحن هنا باش نعرف على النظام العسكري الجزائري اللي كيحكم البلاد وكل من يتعاطفوا معه من الشعب الجزائري اللي وما الأغلبية الصحيرة قبل ما نكمله بغيتكم تشوفوا خطة عبد المجيد كذبون رئيس الجزائر في شهر غش سنة 2021 في ناس الموضوع من تسعة اوت من بداية الحريق الاول سديد تعليمات للوزير الاول وحتى على مستوى الرئاسة ان نتصل بكل الدول الاوروبية صديقة بان نقتني من عندهم طائرات لإطفاء النار لانا عارفين بالتداريس ما تسمحش بإطفاء النار بوسائل تقليدية معلسف ولا دولة استجابت لنا لانا داك كل الطائرات الاوروبية كانت ممركزة في اليونان وفي تركيا بعد ما انتهوا من حريقة اليونان الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين غدوة تكون طائرتين إسبانيتين ومن على ثلث ايام تكون طائرة سويسرية نقدر نسيطر بهذا كيفية نقدر نسيطر على هذا رغم ان الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب ست مروحيات لإطفاء نيران ونحن نعرف الحجم حمولات المروحية ولكن هذه الامكانيات التي كانت بنيدها وكلها كانت في الميدان سديد تعليمات للجيش الوطني شعبي انه يبدأ اتصالات عن الشركات لتبيع طائرات إطفاء للتذكير قال لك تسلوب كل الدول الأوروبية الصديقة لماذا لا تقول الافريقية الصديقة لأن المغرب هو الاستثناء والمغرب هو البلد الوحيد الافريقي الذي في الغابات وعنده أسطول كبير من طائرات الكنادير ومن كل أنواع الطائرات لإطفاء الحرائق كذبون هنا تعمد انه يتفادى الكلام على تقديم جلالة ملك محمد السادس نصره الله وأياداه طائرات كنادير لمساعدة الجزائر على إطفاء الحرائق دياله والنظام العسكري مرض شلاد البادرة الحسنة من ملك المغرب يعني الجزائر تفضل الاستعانة بالمستعمر السابق اللي اقتلها الملايين من الجزائريين كما يدعون على أن تقبل مساعدة المغرب غير هذه البوحدة كون كانت بلادكم بلد محترم كان كذبون والحكومة دياله يتحاسبوا على رفض المساعدة التي أدت في عام 2021 إلى موت المئات من الجزائريين والماشية والمنازل الحرقان ومنهم العاشرات من الجنود وشوفوا كيف اشهد النظام يستعبد الشعب دياله قال لك عارفين أنه التضاري الصعب لا يمكن الوصول إليها إلا بالطائرات مع ذلك منذ 1962 الجزائر ما بغيتش تشري وتترفض أن تشري طائرات لإطفاء الحرائق وفضلت مثلا أنها تخسر أكثر من 500 مليار دولار واشعفت شني 500 مليار دولار 500 مليار دولار تزفت لك إفريقيا كاملة فضلوا أنه ما يخسروا 500 مليار دولار على مرتزقة البوليزاريو لأنها تحمي الشعب دياله من الموت حرقا هذه رأى قمة الاستعابة ديال بلوفينجر وقال لهم في الخيطاب مع الأسف ولا دولة استجابة للطلب ديال المساعدة ديالهم حنا دائما كنت تكلموا على الخيطاب ديال سنة 2021 وهم ما جاوبوكم بش ومع ذلك مقبلت الجزائر طائرات الكنداة المغربي وصراحة بيني وبينكم أحسن حاجة درتوها في حياتكم أما كون شاركنا في إطفاء الحرائق كون رأى السكتورينا ومع ذلك موجودة في جديد أمدرعوش مازال مخرجوش الأذية لأن المغرب هو اللي حرق لكم غابات القبائل العمليفات الجزائر تفضل شراء طائرات رئاسية لابن بطوش وزعماء البوليزاريو على أن تشتري طائرات لحماية حياة المواطن الجزائري وانا نايبش متفهمونيش غالط راني ما كندفعش على المواطن الجزائري صراحة ما خاصناش نستغربو لأن نفس النظام قتل أكثر من ربع مليون جزائري دون رحمة في العشرية السوداء قال اليوم في 2021 الجيش الشعبي دي الكاتا موفمنت سخر ستة مروحيات وغير حشم يقول أن حمولة الهيليكوبتر راقد سطيلة دي اللوضو مغطط فيواره ولكن السؤال المطروح الجيش الجزائري لماذا لا تسخر مثلا مئة مروحية لإدفاء الحرائق لماذا فقط ستة طائرات يكتب أكبر وأقوى جيش في المجر أنا أجلبكم على التساؤل هذا لأن ما تبقى من المروحيات رغم كيدروبيم المناورات قرب المغرب ولتخويف المغرب وبلو فينكر مرة أخرى كان وجه رسالة لبعض الناس اللي يقول لك رحنا تنوريهم أشي يديره يك هذا الموضوع تناولنا وتناولت المعارضة الجزائرية العام الفائز واذا بل لكم تستفيدوا من شيء واذا بل لكم زي ما كان شيء تغيير واذا بل لكم زي ما شي حاجة تحس ناس أنا غنبسط لكم بشتفهموا مزيان صوروا معي سيارة الفيراري غادة بسرعة مئتين كيلومتر في الساعة في طريق السيار تلقت قدامها في الخط ثاني ايركات غادة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة السيارة ذي الفيراري انقسات السرعة باش ما تضربش الاركات مول الفيراري بدك يطلب من مول الاركات انه يزيد السرعة باش يسربهم مول الاركات ما يقدرش يزيد في السرعة لانه ذاك شي اللي اعطى الله اذاك هو المستوى دياله واذاك هي السرعة دياله وكذلك الجزائر غادة بقاها كيف مما كانت في 1962 وكيف مما قلاته فرنسا المشاكل وينسى الحرك اما الحلول ديال المشاكل راعطاهم الله ومتاحين وباسهل طرق وما يحتاجش ان حاتم المرابط او اليوتيوبرز المغاربة او المعارضة الجزائرية توري مشدير وانتم ما دكشلش فينا في 2021 كنشوفوا اليوم نسخة منه في 2022 وربما اكثر هاهم ما يعودوا يعيشوا بنفس طريقة وبنفس ارتكاب بنفس الاخطاء في هذا العام في نهاية الخطاب قال لهم كذبون شخصيا انه اسدى تعليمات للجيش الجزائري بمراسلة الشركات لاقتناء الطائرات للحراق هذا الشيء قالوا في شهر غرشة 2021 حين اليوم في شهر غرشة 2012 وما شافوه وشهد الجيش اللي اصلا مشيد دور دياله انه يشريع دنوع من الطائرات ولكن ما عليش نكمل معكم ونمشون معكم فضل خرطة ديالكم وشهد الجيش باقي ما زال كده الاتصالات دياله لمدة سنة كتبون ربما الجيش ما عنده تعبئة بشد الاتصالات دياله وانتا كتبون براسك اشدرتي مزل في الموساوة في الاسواق الاسبوعية لشراء طائرات كندا وفي نوع الاعلام الجزائري اللي كانت ينشر اخبار باقتناء طائرات ضخمة روسية لادفاء الحرائق هذا الشي اليوم كنسلط عليه الضوء بعد مرور سانة بالشعب المغربي يفهم على ان الاغلبية الساحقة من الشعب الجزائري تتأمن بعض الخطابات الكتبونية والشنقريحية والخزعبالية وتأمنوا بهذا الكتب الفنكوشي ديال النظام دياله سوف يخرجون يقولون اليوم سوف نشرون لكم طائرات لإطفاء الحرائق غير صبروا علينا كما قالوا اليوم في 2021 وسوف ينسوا بالزربة ويكملوا عند الرئيسوني والمروك واليوتيوبر المغارب رخاص المغاربين يعرفوا ان النظام العسكري الجزائري رامكيدير شد اعتباطيها راك يعرف يتحكم في القاطع وعرف اليوم ما هو الكود بين عرف اليوم الكود بوك عرف انه معزيز على اليوم يبانوا وخبل بلا بلا ذلك شي على تخسر كتبون مثلا مليار دولار على حفل ألعاب البحر الأبيض المتوسخ فوهران وينكم كنتم تقولون كحل كحليا المروكي في الاستعراض العسكري ديالكم انتم مع الحرائق وحلتم يعني اذا ادخلتم حرب مع دولة يكفي ان هذه الدولة تعليكم الغابات هنا اما السوخي تأتي تعاونكم على اطفاء الحرائق هنا ايه الاس 900 او الاس 400 او اذا ما عشدك شي تضرب شي قهدية فوط في العافل حتى الاستعراض العسكري تخسر عليه زبالة الفلوس مصارف نقل ابن بطوش للعلاج كل مرة في الخارج ممكن تشريه بها ربع طائرات كلها مئة مليون دولار اللي اعطيته التونس واللي اعطيته بحالة العباس المطبع كان بإمكان تشري لكم ثمانية ديالطائرات كنادر هذا الشيء راح تعرفوه وتعرفوه مزيلا ولكن ما تديروش لأنه اخر شيء سيسم بالنظام الجزائري والحفاظ على الحياة ديال الجزائري العداء اللي المغرب تكون هو الاولوية والحفاظ على حياة ابن بطوش والسندلستان اهم بكثير من الحفاظ على حياة الجزائرية كيفاش بغيتوا النظام يحميوهم ومقتلوهم في العشرية السوداء كيفاش بغيتوا يحميوهم ومدير لهم مئة اورو في الدوتاتيون توريستيك يعني في منحة السياحة مقارنة عشرالاف اورو للمغربيين الذين يريدون أن يمشي الأوروبا ومشي سياحة لشيء بلد في العالم والذي تضحكني رغم كل هذا التبادل والحياة التعيس والبائسة الذين يعيشون فيها يأتي ويعيرون المغربة المغربة راوم هاربين عليكم والله يخلل لنا ملكنا المحبوب الذي يرفض هذه الأمور بطريقة السباقية بزافة المغربة التي تعتقدون سياسة شراء طائرات الكانادير واليوم كل شيء يوقف كيف مبزا في المغربة ينتقدون سياسة تسلح لكذر المغرب واحد نار سنقف عليها ثلاثة طائرات كانادير في آخر حارق في المضيق في ثلاثة أيام فقط داروا أكثر من مئة وثين وثلاثة طلعة جوية وممكن أن نقرنوا بالهليكوبتر لهذه السطيلة في الجزائر هل تعلم عزيزي البلوفينجر أن الحرائق الأخيرة في بلادكم كانت قرب بحيرة مائية لبعد عشرة كيلومتر يعني كون كانت عندكم طائرة واحدة كانادير كانت تغطفين لكم بداية الحريق في أسرع وقت ولكن هذك مليار دولار اللي غير يشريون لكم بها الأسطول للطائرات راتي عطيها والابن بطوش والغزراء دياله والمصاريف ديالسان كل سنة في يوم واحد في الجزائر ماتوا أكثر من 37 حتى الستين واحد في الحرائق لأن الأرقام غير مضبوطة فينا يوعد كذبون بالشراء الفوري لطائرات إطفاء فينا الطائرة الروسية اللي كريتو بشتفى الحرائق اللي قال الوزير الداخلية أنها معطلة ومطورة مع رأسها الطائرة الروسية كريتو هذي شهرين ويجلسة كتشمش نهار وقفتو عليها ونهارنا ذو الحرائق لقيتوها خاسرة والمشكلة بشتصابها خاص الغرب يحيي العقوبات على روسيا لأن قطع الغيار ديال المحرك ديال الطائرة هو فرنسي يعني خاصكم تطلبوا ماكرون يسيف لكم البياسة ديال المحرك بشتخدم لكم قبل شهرين شرحنا كيفاش أن كيراها الطائرة والفيديو نخلي لكم في آخر حلقة ديال اليوم قلنا بأن كيراها الطائرة الروسية سيكلف الجزائر أموال طائلة كان بإمكانها تشرب بهم طائرات كنادير وفي الأخير الطائرة الروسية منفعتهم بشي حاجة أنا بعدما فهمت كيفاش أن الجزائر تقبل على رأسها أن تكري طائرة وفي الأخير تلقاها خاسرة رعاقد لكيرا في هذا الحالة سيضملكم طائرة قدامها كيف ما كانت تدورها يعني راماشي المشكلة الجزائر أن الطائرة الروسية تخسر عندها لأن الشركة الروسية مش برأة أنها ترسل لكم طائرة تانية قدامها حتى تصوى بالأول يعني نبين قوصين كان شيء ما يجب خبر أن الطائرة معطلة يقدر يكون خبر زائف وبغاوه بشي الحرائق يكبروا بالزائف وعادي بدأوا يبينوه زي مرة الطائرة عادة تتخدم واللي يمكن بوتين سيفت لهم طائرة خاسرة باش يطلبوا لي ماكروني يصوى بها اليوم اصطنات طائرة الروسية حتى لو كانت خدامها لم تفهمت كيف ستعاونكم وهي كيف يمكن أن في الجزائر تعمر المم المطار بالتيو المدربين الرئيس الجزائري خرج في غشة 2021 كيف يمشته في الفيديو ووعد الجزائريين أنه أمر الجيش بشراء طائرات الإطفاء وهنا عبد المجيد كذبون كان ذكي لأنه ورّط الجيش معه في موضوع بعده يعني اليوم يمكن كذبون يخرج ويقول الشعب له أن الجيش في الجزائر الباسل هو المسؤول للمشاهدة طائرات كيف أمرتهم يعني أنا قدرت خدمتي ما في منشهد البلاد كل ما يحكم فيها خرج في تصريح ثاني في 13 يونيو ٢٠٢٢٢٠ وقال لي مغنشرة الطائرات رأينا مرة أخرى في مشهد مضحك وهو يطلب في معرض الجزائر من تاجر أمريكي ما لديه طائرات لإطفاء الحرائق للبيع وتشتدار قدام الكاميرا دراسة حالي لكي تتوى لكي تشتدار سنك مازود بغي شريع الهدف كل مرة هو ربح الوقت وتوهم البلوفينجر بأن الدولة والرئيز للدولة وشنقريحها رامخ الدامين ويحميهم من الحرائق للصيف ٢٠٢٢٢٢٣ النظام الجزائري لم يكتفي بالكاذب وترويج الوهم بل مشالغة صفقة كرة طائرات إسبانية صغيرة يعني باش يدافع على البوليزاريو وعرض حياة الشعب الجزائري للحرق شنودا بأطفال مخيم اللي ماتوا داخل الحافلة الصغيرة شنودا بتفحم الأم مع ثلاثة الأطفال ديالها وهي مع النقارن هالتقصير والكاذب من الدولة الجزائرية اللي سبب هاد الكوارث كاملة لا هاد العام ولا العام الفايت ولا الأعوام السابقة كفيل أن يجعل الشعب ينتفض يعني كون كنتوا في بلاد تحترموا نفسها وشعب عارف أشواقع ما كانش غيقبل بهاد المهازل المتكررة والليك التعاون وهاد الكاذب هو الدعم الغير مبرر والمبالغ فيه البوليزاريو لتعرض الشعب دياله من الحرق والموت والفقر كل هاد الوعود الكاذبة كفيلة أن تخلي هاد النظام يطح إلغاء صفقة اقتناء وكيراء طائرات الإسبانية من أجل البوليزاريو كفيلة بإسقاط هاد النظام خوتي المغاربة نقول لكم هاد شي باش تعرفوا أنه لا أمل في أغلبيات الشعب الساحقة الشعب لي ما قادرش يدافع على راسه في هالظروف ما تنتظرش منه أنه يجي معك في الحق أنه يكون خوك وهو ما قادرش يدافع على أولاده وعلى الأم دياله وعلى أمراته وعلى أخوته الحقيقيين لمن دمهم أمام الاستبداد والتقصير من هذا النظام العسكري الشعب الذي يلضغ من الجحر سبعين مرة بعدنا ما ندروا به ولا نسنوا من الخير لبناء اتحاد جمال إفريقيا قوي الشعب الذي يرضى على راسه أن هليكوبتر هذا السطيل الذي يلضغه جي الطيار ليحويجوا في الشاطئ وتبرزته وهو كتب حرق اسمحوا ليه ولكن هذا قيمة الاستعباد إذا عمل البحر كامل مباليهم غير يعمروا هذه السطيلة للوضو غير أحد الناس ويطيروهم ويطيرو لمحويجهم كونوا متقنين أن النظام الذي يدرتي كامل سيعرفوا متأكد أن الشعب دياله معمي بحاجة واحدة وهي الكراهية المجانية والمستمرة للمغرب والمغاربة وراء الأغلبية لا تساقل هذه الحرائق ومشغولة كما يقال للرسوني وتيندوف وغارج بلاد وماكنين هنا الجزائر تساغيت هذا الهاشتاق يستفز أغلبية الجزائرية لأنه بالنسبة لهم هاشتاق غير منطقي ومشبعين ومشبعين بعبارة بأننا شعب قوي نحن شعب مقاوم نحن شعب لا نخاف وكذا وكذا تقول لي الجزائر تصغيت sembr قبلها وليع لا يردセ بالنسبة لها فعلا الجزائر تصتغي وتقوم بتعبرها حيث مسكين الجزائر كانوا يخدموا ابريتهم وشرية طائرات من الحرائق بمن كانوا يحب بمخزن المخزن المالك هو مرض. حين كان قائعة في القصر المروك 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 وهذه يحياتهم البائسة رأي العالم تقول ما لهذه الناس اغبية عارفين ان الحرائق غيجي والعمجي ومشروش طائرات مشروش غير صداع مع اسبانيا من اجل بوليزاريو الجزائر تستغيط اليوم وستستغيط غدا وستبقى دائما تستغيط كيف لكي تساءل كيف هش نظام عسكرية خاطر بدل امور هذي وش ما خافش من هبة شعبية طيحة الجواب هو انهم ما تخافوش وكيف من انتم مكامل عارفين فهناك اجنحة داخل الجيش الجزائري تتسارع في مبيناتها للحكم يقدر يكون الجانح المعارض لش نقريحه وكذبون هو من اللي كبروا هذه الحرائق هو من اللي بلوكه وصفقات الشراء باش يورطه جانح لش نقريحه ويطيحه كيف مدر الجانح القيد صالح ليستغل الحراك وطيح الجانح الموضاد من بعد الجانح الموضاد دلوا الاغتيال وطيح كل اتبع ديان يعني الشعب الجزائري لكن في باخرة ومعارفش كالي يصيق به وادوا اللي يصيقين به كي يدابز على القيادة ديال الباخرة والشعب كيتفرج وتيعاني ويستغيط اما واحد شنقريحه راح فرحان ويتفرج في الكاطع موفمنت هو رئيس الحكومة في الافتتاح ويصفقه ويسمعه الموسيقى ديالسكوتلاندا ليتخنش لا تحتاجه ومشان شنقريحه شارك في مؤتمر روسي وقال لهم خس العالم يساعد الدول ديالافريغية بلاده كانت تحرق وتساغيت وهو دير فيها مناظر من اجل الدول الافريغية والله ما تحشمه الزلط وتفرعين شكرا على المتابعة ما تنسونا شي اخوتي باللايك وتعليق واشتركوا في القناة هنا كان معكم حاتم المراب السلام عليكم